أقف أمام المحفى المسؤولية الإنجليزية في فريطة في مالطة تقول بعض الإحصائيات إن واحداً من كل عشر المالطيين عضوا بالمسؤولية لماذا تحتوي مالطة على هذه الأعداد الكبيرة من المسؤولين وما هي الأسرار التي تخفيها هذه الجزيرة وماذا وراء منظمة أو دولة فرسان مالطة يعود تاريخ تشك الأولى خلايا المسؤولية في مالطة إلى بداية القرن الثامن عشر من أوائل العضاء المنضمين إلى هذا التنظيم السري عناصر ناشطون في تنظيم فرسان الهيكل ومالطيون من الطبق البرجوازية وكبار التجار ينشط في مالطة محفلان التقس الماسوني الاسكتلندي والشرق الأوسط الأكبر كان الانتماء إلى المحفل يتم في الخفاء إلا أنه مع تضاعف أعداد العضاء أصبح الكثير من السياسيين والقضاة ورجال العمال يعلنون انتماءهم للتنظيم ويقولون إنه ليس مجرد ممارسة تقوس قديمة في سرية تامة بقدر ما هو نادي للاحتكاك بالآخرين والاستفادة من تجاربهم رغم كل هذا فإن الانتماء للماصونية لا يزال طابو في مالطة يتبرأ منه أغلب السياسيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر